خليني نروح لموضوعنا أنا معني طبعا بالمركاتو في السعودية مش عشان البروباجاندا والقصة الخاصة بفكرة انه كبار الاسماء العالمية النهاردة اللي كانت بتلعب في الاندية الكبيرة في الدوريات في اسبانيا وفي انجلترا وفي ايطاليا وفي فرنسا النهاردة بقم اهداف للاندية السعودية وده بالتأكيد هينقل هينقل تختلف تتفق تشوف ان هم بيخلصوا مشوارهم وانه مردودهم مع فرقهم في الدولة السعودية مش هيكون زي مردود بنزمة مع مثلا الريال ولا نقوله كانت مع تشالسي ولا ادوارد مندي مع تشالسي ولا فيرمينيو اللي خلاص يعني الصفقة بتخلص مع اهل جدة بعد ما اشتروا ادوارد مندي حارس مرمى تشالسي كل الاندية في سعودية النهاردة بتركز او بتستهدف لعيبة من العارة ايه وده اكيد هيكون ليه يعني فايدة تسويقية على الدوري السعودي لكن كمان انا مركز اكتر مع اتحاد جد ليه اتحاد جد على وجه التحديد طبعا بطل الدوري السعودي في نسخته الاخيرة بيلعب ليه اتنين من نجوم الكرة المصرية او يعني كانوا بيلعب كان بيلعب ليه اتنين من كبار نجوم الكرة المصرية احمد حجازي وطرق حامد طرق حامد خلاص علاقته انتهت بالاتحاد بعد توقيع العقد مع نجولو كانت حجازي طبعا بعد موقف الاصابة الموقف يمكن الناس اعلنت انا كان يمكن ضيفي هنا في السادسة الكابتن محمد سويد نجم الكرة السعودية ونجم اتحاد جده وقال ان احنا حجازي دوره في الاتحاد كبير جده مش بس جوه الملعب لكن كمان برا الملعب هو بيقوم بدور القائد الفريق والحقيقة انه محل ثقة ومحل حب وتقدير واحترام من كل اللاعبين في الاتحاد جده فبالتالي هم متمسكين بالاخر لحظة لكن كمان ضيف على ده فكرة انه منافس محتمل بالنسبة للاهلي في بطولة كاس العالم للاندية اللي جاية وضيف حد ذاتها يعني يهمني انا تابع الاتحاد عشان اعرف ازاي اعتقد انه جزء من الصفقات وجزء من المركات ومش بس مرتبط باللي بيحصل في الدولة السعودي مع كل الاندية هلال واتحاد ونصر وواي الاخر لكن كمان فكرة انه ممكن جدا يكون في مواجهة بين الاهلي والاتحاد في بطولة كاس العالم وخصوصا انها كمان الاتحاد هيكون صاحب الارض والجمهور وبالتالي لما يكون بيتعاقد مع لعبين بحجم كريم بنزيمة بحجم نجولو كانت نهاردة صفقة اعتقد اضافة كبيرة جدا اتحاد جده جوتا البرتغالي لعب سلتك السكوتلندي انتقل لاتحاد جده وتم الاعانة على الصفقة بشكل نهائي بعد ما اكتاز الكشف الطبي صفقة بلغت قيمتها 25 مليون السليني واللعب نفسه هتقاضي حوالي 10 مليون السليني سنويا فتتكلم على ارقام فلكية ولعب صغير في السن بالمناسبة ولعب برتغالي صغير في السن عنده اعتقد 24 سنة والتعاقد بتاعه هستمر لغاية 20-25 السليني